موسيقى اهلا بيكم بعد الفصل والنهاردة حلقتنا دي او فاكرتنا دي مهمة جدا مفيدة في نفس الوقت هنتكلم فيها عن الاكسس بارد طبعا جات لنا بعد الحلقة اللي فاتت اسئلة كتير ايه هو الاكسس بارد طب بتتعامل ازاي الاجهزة ازاي يعني ايه تغيير مصاري يعني ايه البني ادم يتدي اكتشف نفسه من جديد طبعا كل ده هنعرفه من المدربة الجميلة وسيلة عبدالحق وسيلة منوراني اهلا بيكي ببرنامجي اهلا بيكي في مصر بلدك التاني منوراني حبيبتي بس كان لازم فعلا سيجي لان الناس عايزة تعرف ايه هو الاكسس بارد والله يخليكي شكرا الدنيا منورة بأهلها المصر منورة بأهلها حبيبتي وانا ما اقولكيش مبسوطة دي لما ردت فعلا الناس وطلبوني وجاية اتكلم عن الحاجة اللي بحبها بقى اكيد طبعا الناس كلها هي يعني عجبها الموضوع وعجبها الفكرة بس عايز تفهم اكتر عاوزيني يفهم اه اكتر فاحنا حبيين النهاردة ان احنا لازم نتكلم بتفصيل الاجهزة دي يعني ايه يعني ايه انا يبقى عنتي حاجات او معتقدات قديمة او مورسات قديمة وان ازاي هتتغير ازاي مثلا هشتغل على مسارات الوعي تبهي دي باجهزة ولا دي بتشتغل ازاي انا بقيت اجاوب شوية واستطبعت انت اه انت حاليا خلاص انت اخد الكورسك لكن انت اكتر واحدة جميلة حايفتي الله يخليكي اه انا هتكلم بقى باستفادة معكم من مدربة وسيلة احنا انا مدربة في الاكسس بورز وفي حاجة تانية تابعة للأكسس كمان شد الوجه اوكي فانا مدربة في اللي تنين شد الوجه بالاكسس بورز بالاكسس يعني بالاكسس اه انا تابعة كلي لمؤسسة امريكية مؤسسها بقى هو جاغي دوغلاس والمؤسس بالمساعد بتاعه دينهير هي تقنية معروفة من تلاتين يعني هي من تلاتين سنة لا بس استواني عشان دي حاجة جديدة يعني شد الوجه كمان بقى بالاكسس اه اه لا ازاي بقى ما هي كل حاجة معتقدات يعني لما نعرف انه اي فكرة عندنا نسلم ليها تبقى معتقد عندنا بعدين هنعمل بيها في حياتنا اه دي هي الفكرة الاكسس يعني اي فكرة تحطيها في دماغك وتسلمي بيها يديها لك اي حد بقى من ماما من بابا من المجتمع من المدرسة مش عارفة تقولك انت كده فانت حتاخديها وتسلمي وتصدقي خلاص تهديها حتبقى مش عارفة اقولك ركن في شخصيتك وحتتعملي من خاصة لما نكون صغار كده حتتعملي من اساسها يعني من خلالها مع المجتمع وحتديها يعني ولكيش دي بتعمل حاجة فاحنا بنشتغل على دي نشتغل على الافكار والمشاعر والمعتقدات نغيرهم بقى كل حاجة تتغير في الجسم ما هو كده احنا مع العلم اكتشفوا انه الافكار هي اللي بتتحكم فينا اه بيتتحكم فينا وما قلني كيش يعني الافكار منه احنا وإحنا صغيرين ما تعملش كده مش عارفة حرام ممنوع وانت كده اه كلام ادي دقني لو فلحت وحاجة زي كده اه 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 فاحنا كلها بنصدق ده خاصة الافكار بابا والماما بيعملوا فينا ايه هما والله حرام وهم حسن نية اه طبعا بس جايبينها هما من بس دي كلمة مش بتعدي كده يا مرأ انت حتر لا احطرشل من صغرها تقوليله ايه مش دول الوقت يعني بتخلي بالك من الكلام ما ساعد بتقولي انت ضايع انت فاشل احنا عندنا في الدين رسول عليه الصلاة والسلام قال يعني الطفل بيلولد على الفطرة بيلولد ايه صفحة بيضة فاهله بيمجساني او يهوداني او فهمتي ايه فهي الفكرة هيا دي هو بيتولد صفحة بيضة وبييجي قريدي عنده كل المعلومات قريدي عنده كل المعلومات اللي 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 بتعامل فيها مع المجتمع بيكون جاهز اوكي فاحنا كاهل بقى خايفين عليه دي حاجات حيانا بنبوز يعني شوية احنا بقى بنصلح ازاي بالاكسس بقى بالاكسس بقى بنرجع للنقطة البداية من الاساس يعني انت لو عندك مشكلة او حاجة يعني عندك سترس طول الوقت مش عارف تعمل علاقات مش عارفة تعملي بزنس مش عندك مشاكل مع المال مشاكل مع حزينة طول الوقت عاوزة تعودي لانه ما اقولكيش هما التقنية هي احنا عندنا ايه حكلم شوية عن تقنية الاكسس بارز بحددتها مش بالفايس لفت البارز هما 32 نقطة في الرأس الريدي عندنا مخلوقين من عند ربنا هنا في الرأس وكل نقطة مسؤولة عن مجال معين من مجالات الحياة في نقطة نقاط عن المال بقى انا بتكلم كتير عن المال شغل الناس كلها في نقاط هنا وهنا الحزن والفرح مثلا هنا وهنا الشفاء مثلا فاحنا عندنا وحنا صغيرين الشفاء المال ايه معتقداتنا المال بنقول احنا ممكن الاغنية دول كلهم نصابين مثلا فده بيبقى اعتقاد عندنا سمعناه من هنا او من هنا ممكن بابا يتكلم مع ماما يقول لها مش عارفة هتاخديه وانت صغيرة كده ويبقى معتقد عندك وانت المال ما يجيكيش وانت مش عارفة ليه عشان انت افلى المعاب يعني خلاص افلنا وخلاص والحزن والفرح ممكن احنا ارتبطنا ربطنا الحزن بالموت مثلا فطول الوقت وانا حزينة مش عارفة ماما تعلق بالحاجات وكده فاحنا الاكسس بيجي هما 32 عشان ارجع للتقنية 32 نقطة احط ايدي يسارا وهي نفس النقطة هنا ونفس ال بايدك ولا في اجهزة بتخطيها لا امش اجهزة امشال النقطة دي مهمة جدا يعني في حاجات زي الجلسات كده حاجات بتتوصل الكهرباء وما عاديين يعرفوا حاجة باقي كده ولا هي انت بشغلي بايدك احنا بنشتغل بايدنا ونحط اصبح كده خفيفة كأنك تعمل مساج لمسة خفيفة كده من هنا ومن هنا نحطها على المكان وهي بتخلق مجال كهرومغناطيسي بتفرغ الشحنات الموجودة حديكي مثال مثلا مش احنا بنعمل طريقة دي طريقة عفوية بس مش عارفينها لما عملوها بتقنية دلوقتي بنعرفها هو لما بوجعك رأسك بتحط ايدك من هنا وسبعك من هنا حقيقي بيوقف الوجع هي دي نقطة دي نقطة دي النقطة دي للشفاء فبنحط كده بتفرغ الشحنة بيقولك يقرأ قرأ اعملي قولي بسم الله يقرأ الفتحة بسم الله الشاف بسم الله الشاف حاجة زي دي هي الفكرة دي وهنا نقطة و32 بقى التانين الـ 31 تانين طيب الشفاء المال المال الحزن السعادة يعني الحزن ده بتغريب يبقى ايه والسعادة ناخد يعني هناخد كل المعلومات اللي عندك على الحزن هو ايه معناه حتى لو كان بالنسبة لك حاجة بوزيتف هناخد البوزيتف والنيجاتف نرجعه للصف شفتي وبيرجع بعد الوقت يعني جلسة اولى تانية تلاتة كده هي من الجلسة الاولى بيبتدي الانسان يحرص بالفرح ثمين وبعدين كميلي الحزن الفرح المعلومات عندنا ايه طيب عندنا الهدوء السلام عندنا كل دول الكرياتيفي الإبداع احنا ماقولكيش احنا العرب كلنا في الإبداع واما ما شاء الله من انت في المدرسة بيبتدوا يقولولك ما تعمليش مش عارف فرصومي زي المعلمة بتعمل ما يخلوكيش انت تطلعي لجولتي اه تطلعي فلنقطة الابداع دي عندنا صفر يعني ما بتشتغلش ابدا في خلق صلاط احنا بنعرف نغير حياتنا ولما بنعرفش لما نيجي في اوروبا او في امريكا نشوف ناس اشتغلوا كذا يعني واحد خمسين سنة اشتغل كذا شغلانا بس تيجي عند العرب تلاقي عندنا وعندوكو كمان يعني تلاتين سنة وفي نفس المود يعني طارع من البيت رايح نفس معلم بقى مدرس او حاجة او ميكانيكو نفس الشغلانا فدي النقطة مش مفعالة عندنا احنا كودا كده اريدي زي الدخلين في مربعات انا لما قريت عن الاكسس بارد لقيت انه بيقولك اكتشف نفسك من جديد يعني تعرفي نفسك من جديد سواء بقى انت ازاي بتقولي مبدعة او انت عندك موهبة في حاجة تانية او ممكن تعملي حاجة تانية هي دي هي الفكرة كلها انك الاكسس بيجي يفكرك انتني هي دي احنا في الدورات لما بيقول انا جاية مش اجاية اديك حاجة اقولك مش عارفة علمي اجاية افكرك انت مين ونوصل انا وانت فاحنا بيسمونا فاصيلتاتور يعني هكلمها بالفرنسي مسهلة انا سهلك ازاي ترجع لاصلك وعشان تعيش التسليم مع ذاتك ومع ربنا ازاي بقى ويعني هي اشوف التقنية فيها هي فيها حاجة عملي منحط ايدينا هنا وفيها حاجة ادوات الاكسس بقى فيه كلام بنقوله اسئلة بنطرحها وكيف يصير الحال افضل من ذلك ما اقولكيش الاسئلة دي مغيرة حياة ملايين عندنا في الجزار وهنا لما ابتدت اقولها للناس معايا والله جايب معاهم حاجات حلوة انهم يقولوا الجملة دي اه لما تكوني في موقف مثلا هديكي مثال تكوني في موقف مثلا زحمة مش حال عن بقى الموقف اقول احنا في الزحمة ليه يا ربي مش عارفة كنت اخدت حاجة انا في وقفة في الزحمة بقول كيف يصبح الحال افضل من دلك حابقة ريئة انا اتتلي انا ريئة وبعدين كيف يصبح الحال افضل من دلك انا في زنقه حيتفتح الان دي اسمها مفتح باب الاحتمالات حيجيكي مش عارفة تتطلعي من الزحمة كيف يصبح الحال أفضل من ذلك أو ماذا هناك أفضل أنا في الزحمة ماذا هناك أفضل فأنا أنا كده مسلمة مع ربنا أني خلاص أنا في الموقف ده حال أفضل يعني لو كنت في حاجة مش حلوة حال أفضل لو كنت في حاجة حلوة بقى أقولها كمان كيف يصبح الحال أفضل من ذلك فأكون في حاجة أحسن فأنا في الحالتين بطلب الأحسن حاجة مش حلوة أحسن حاجة حلوة أحسن فبكون في التسليم يعني في الرضا مع ربنا فحعيش التسليم كل وقت أنا كده مع الجلسات بقى ناخد جلسات والكلمات يعني هم جملتين أو تلاتة نقولهم ما قولي كيش بعملوا فرق والله أنا متدربيني بيتصلوا بي بيقولولي على الواتس أنا كذا كذا حصل معي أنا قلتها مبارح النهاردة أنا قلتها قبل شوية من ساعة اتفكت معي اه اتيطرت ليه لإنك عايشت تسليم مع ربنا فكل إحنا أحيانا بنقول يعني ليه يا رب احنا معنا صور على الشاشة دلوقتي هتظهر اه حريبا دي وأنا في اه ده هنا إيه بقى أنت بتشرحه له أنا بشرح في الدورة أنا هنا بشرح في الدورة عندنا جملة اسمها كزي توكيدات بنقولهم دي دورة كمان عملتها مع البنات عندي دي هنا خلصوا استلموا الشهادات هنا استلموا الشهادات دي أخر استلموا الشهادات هنا والدورة بتبقى عبارة عن جزء نظري يعني جزء بتتكلمي فيه وجزء بتتشتغل اه جزء نظري وجزء ما قولكيش هم بيقولولي يعني حناعرف ناخد تقنية دي أنا بديهم تقنية وما قولكيش أنا عاوزة أعمل لها يعني قد ما غيرت حياتي أنا عاوزة أساعد الناس عشان تغير حياتهم ليه لأنها سهلة حاجة الحلوة فيها أنها سهلة وتتحفز بسارها وعميقة وعميقة وتروح للعمق بقى ما تروح للعمق من كلمات صغيرة كده تقوليهم وجلسات كده خفيفة وهم المتدربين هياخدوا معاهم حاجة وأنا بتابعهم يعني أي حاجة بتحصل معاهم أنا متابعة معاهم أريد دغري فما قولكيش فيه حاجة حلوة أنت حسن فيه سهولة آه فيه سهولة ما رهيبة طيب الناس اللي بيجي لك مثلا حد أنت بشتغلي على كله ولا هو بيجي أقولك أنا عايز أشتغل على منطقة معينة ممكن ممكن دي وممكن دي لكن هو لو ما قالشي وجي لك أنت بشتغلي على كل شيء أنا حعرف على فكرة آه أنت بتعرف أنا حعرف ما أقولكيش مبارح كنت أعدف مع دكتور كده مع جماعة كده وقالولي أن باتكلم على أني بروح أنا بحط إيدي وحتى واحدة كانت قدامي حتى إيدي بقالت لهم ما قلوكمش هي يا جايبة يا جايبة أنا من الصبح رجلي وجعاني ويا جايبة إيدها على وأنا بتكلم بدي نسال مسأل فما قولكيش دي حاجة بتأسير من عند ربنا أولا وقبل كل شيء ما فيش حاجة من الله ما فيش حاجة من أعملها من غير ربنا دي حاجة أولا يعني في الأكسس تقنية أمريكية صح بس دي أورادي علم عندنا من عند ربنا فإحنا بنسلم ربنا وربنا بخليكي بيسهلك أمور تعملي تقدري تسهلي الحياة للناس والله أنا عاوزة أوصلها لكل الناس من كتر حبي لها من كتر أنها غيرت حياتي وغيرت يعني ما قولكيش أصدقائي وعندنا إحنا في الجزائر عاملة هي عاملة تقوة عاملة طفرة جبيرة هي دخلة ليه عندنا هي امتشرت في أوروبا ودخلت عندنا من خلال أوروبا من خلال فرنسا فأنا ماخداها من مدربين مدربين فرنسيين تقريبا وعشان كده بالفرنسي بقى وجينا إحنا هنا أنا جيت مصر فلاقيتم حبينها قوي أه حبينها فلا نورت مصر أولا بس فعلا الناس حبها بس زي ما قلت لكم عادينا عرفوا عنا أكتر لأنه لما بتيجي تقري عنا أنت بتحبيها يعني إزاي تكتشف نفسك إزاي تغير حياتك كده بس عادينا عرفوا إزاي الخطوات إيه فعشان كده كنت حبة النهاردة أنت تكوني معنا ونتكلم في التفصيل يعني طيب تامي حد جالك دلوقتي يعني في ناس كتير من مش بتبقى حبة تتكلم وعايز يعني من الجلسات دي أنت عايدي بتشتغلي على كل حاجة بيبتدي يحس بالتغيير من إنت أولا هو مش لازم يقف ينتظر مثلا هي فكرة أنه نشيلك تعلق ما نتعلقش ما يبقاش فيه تعلق نشيل التعلق عشان نخلي حاجة بتاعت ربنا تيجي زي ما أنت بتقول التسليم ما أم مش عاملة جلسة أنا متوقعة كده كده هيك أريدي في ردة فعل ردة فعل فالإنسان لما يعيش هنا والآن اللحظة حيلاحظ الفرق مع الوقت ما أقولك إيش أنا أقولك متدربين عندي كل يوم خلاص إحنا كل يوم تواصل بيقولي وسيل أنا كده أنا خلاص أنا قلت الكلام حتى فيه كله عندنا الجملة بنقولها دايما بنعيدها كل ما في الحياة يأتيني بيوس وفرح ومجد كل ما في الحياة يأتيني بيوس وفرح ومجد هيا دي بتغير كل حياة لو بتدوري على مش عارفة حاجة صغيرة تقوليها هتلاقي بتقولي واحدة عندي بتقولي والله ما بقولها بلأ يبقى إلي حاجة كل ما في الحياة دي قمة التسليم لربنا لأنه ربناك أريدي مصخر لنا الكون عشان يخدمنا فإحنا الحتة دي نسينها شوية فييجي الأكسسي فكرت بيها بتفكري أنه تتذكر أنك أخ أحسن مخلوقات الله فأنتي أريدي ثقة بالله كده وهادية كل ما في الحياة يأتيني بيوسر وفرح ومجد لو جاني حزن هيأتيني بيوسر وفرح ومجد لو جاني فرح هيجيني بيوسر وفرح ومجد أي حاجة تجيني هتجيني بيوسر اليوسر فيه قمانين بتاعت ربنا بتيشت عائدات لما كون في التسليم مع ربنا والأكسس بيساعدك عشان إيه نشيل المعتقدات اللي مخدينها إحنا كده وكده مش هقول مش حلوة بس خلاص نشيلها ونحط التسليم من بتاع ربنا بالنسبة للمال بالنسبة للفرح بالنسبة للإبداع بالنسبة لأي مجال في المجالات دي هتشتغل على المشاعر وعلى الأفكار وعلى المعتقدات وما أقول لكيش اللي حتاخد الدورة أو الدورة أحسن حاجة اللي حتاخد الدورة حتسهل لنفسها هي ولولادها ولجزها ما أقول لكيش حتلاحظ التغيير كلهم حيبتدوا يتعاملوا معها بطريقة مختلفة ليه؟ لأن هي غيرت جواها يعني هي كمان ممكن تاخد الدورة وهي ممكن تمارس آه تمارس آه تصبح هي تاخد الدورة الثاني يوم تصبح الممارسة عالمية كمان آه حتتسجلي في السايت بتاع الـ Access Consciousness وتصبح يعني بيكتبوا أريدي أنا المداربة بتكتب تكتب اسمك وأنت أخدتها من عندي مين وأي واحد في العالم يدخل على الـ Access Consciousness لاي اسمك موجود كممارسة آه أي واحد يكون عاوز ممارسة ويأخد جلسة بيجي يأخد عندي الجلسة من تاني يوم يعني من تاني يوم ما أقول لكيش دي سهلة من سهولتها آه من سهولتها بتفتح وكيب فيه متابعة ما أقول لكيش مش حقل ليهم أنا احنا كلنا عاملين كده في الجزائر يبقوا نفتح جروبات كده على الـ WhatsApp وعلى الماسنجر وتواصل ومنساعد بعض بقى واحد جات له ولحظت احنا سميها واحدة وعي لما بيتغير حياته تبقى حاجة واو لما فيه موضوع معاكي زمان زمان وهو عالي 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 تجيب انت بسهولة بمجرد جلسة وكلمتين كده وسلاسة بس وسيلة أظن ان التغيير لازم بيبقى من الشخص أولا هو جاي عايز شوفي ما فيش حد يجي ياخد الـ Access Bar ويكون شو هو عاوز يكون منه ودي كلها بنقولها أنا عاوز التغيير أنا حاجة أخد الـ Access Bar أخد جلسة أخد دورة اللي عاوزه بس حياخد انه هو ده أنا جاي أغير من نفسه التغيير يبدأ من لا يغير الله ما بقام حتى يغيره ما بأنفسهم دي متفقين عفوا إنتي إيه الحاجات الصعبات اللي وجهتك ممكن يجي حد ياخد جلسة وإنتي تحس أنه هو مش عايز يتغير من جواه هو جاي كده يشوف الجلسة تعمل معاه لكنه هو من جواه لسه الأفكار زي ما مش عامله حاجة مش هتعمل لا بالعكس هو في الحقيقة مفيش حد يجي مش عاوز تغيير بس ممكن مش فاهم حالته أنا حديله جلسة بهدوء كده وهو حيرجع حيرجع والله كده كده حيرجع ليه لأنه حيرتاح أنا ما قولكيش الناس بتنام مني دي أقصى زي ما يقول مكتشف الطريقة أو مخترحة بيقولك أقصى حاجة حتتغير حياتك كلها أقل حاجة أنت أخذتي مساج مساج آه مساج آه أنت أخذتي مساج دول بنام ومن وسيلة للأسف فقرتنا انتهت آه تنورتنا بس لنا لقاءة تانية بس النهاردة تتكلمنا أكتر وفصرنا أكتر وإن شاء الله هتبقي معنا بإذن الماضي إن شاء الله يا حبيبتي إن شاء الله مشاهدين الأعزاء أتمنى أنكم استفدتم من الحلقة وإلى اللقاء في حلقة جديدة شكرا